وقال محافظ صلاح الدين أن أغلب العوائل النازحة عادت إلى مناطقها رغم وجود جهات تحاول عرقلة المصالحة بين العشائر معلنا البدء بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة في القطاعات الأمنية والخدمية والصحية من خلال الموازنة التشغيلية مثنيا على دور أعضاء مجلس النواب الممثلين لمحافظة صلاح الدين في الحصول على استحقاقها يثرب وعزيز بلد كلها راجعة ما عدا أكو عشيرة القراغول عدهم مشكلة وفي انتظار الجلسة بالكامل لحسم الموضوع يعني بالكامل سيد غريب أيضا صار صلح وتم الاتفاق والآن احنا بصدد رجع الخدمات حتى الناس يرجعون صار اتفاق نهائي احنا موضوع عزيز بلد عزيز بلد متداخلة مع قضاء بلد كان ضمن الاتفاق الأول للمصالحة اللي كان يرعى أبو مازن نائب أبو مازن كان انه بالوقت الحاضر ماكو أي ترويج لناحية عزيز بلد فهذا كان من ضمن الاتفاق الآن بعد أن رجعوا الناس هناك جهات تتحرك هذا الملف الغاية منها هو عرقلة المصالحة واستمرار عملية المصالحة بشكلها الصحيح نحن بدنا تشغيلية 30 مليار أصرفنا جزء منها على مشروع الكاميرات والسنارات للمحافظة اللي هو مشروع آمني ومقارن من مجلس المحافظة وفي طور الآن إعداد الكشوفات لقضايا تخص يعني هناك مشروع الأنابيب المياه اللي نحتاجها ومشروع آخر هو تجهيز آليات للمحافظة ومشروع آخر هو تجهيز المواد الكهربائية وأكو مشروع تبليط بالمناطق السامرة والظلوعية والشرقات وأكو مشروع آخر وهو ترميم بنايات الدوائر المدمرة كل هذه هي مشاريع بالنسبة فيما يخص التشغيلية وبعد ما استلمنا التخصيصات كاملة بس إحنا حصلنا موافقة على البدء بالعمل بها خلال هذه السنة إن شاء الله نكمل خلال السنة نكمل كل هذه القضايا اللي طرحنا إحنا بعد عدنا ميزانية مستمرة وميزانية جديدة الميزانية المستمرة صادقناها وطلبنا من وزارة التخطيط أطلقتنا 68 مليار أخذنا منها 57 مليار تم توزيعها على المقاولين كمستحقات للمقاولين يعني الشركات ستتبلش وصار عدنا حركة في المدارس صار عدنا حركة في مشاريع المجارية صار عدنا حركة بالإكساء والتبليط نتيجة توزيع هذه المبالغ لأن هذه مستحقات ما بها اجتهاد يعني هناك سلفة وصاحب السلفة يأخذ المبلغ وبقى عدنا جزء متبقي 11 مليار المفروض يصرفونها حتى نكمل بقية الناس اللي عندهم مستحقات والخطة الجديدة هي في بعد أن صادق عليها مجلس المحافظة هي في وزارة التخطيط للمصادقة عليها بعد ذلك ينبلش المشاريع الموجودة بها هذا فيما يخص الموازنة يعني أعضاء مجلس النواب لو لم يكن أعضاء مجلس النواب موجودين بهذه الهمة لما كانت محافظة صلاح الدين حصلت على هذه التخصيصات ترجمة نانسي قنقر